هل من الصدفة أنه تم قتل جيكا وكريستي والجندي وغيرهم أم أنها مؤامرة مدبرة لتصفية كل من يقول له لا يمكن أن يكون ذلك بمعض الصدفة طول الوقت عيدي الداخلية مش نمضيشها وكأنه في اتهام باطن للداخلية أنها هي من يقتل الشهداء ده حقيقي دبطت ملابس أشبه بملابس الشرطة جاية مستوردة من برة واستوردها حد من إخوان من قيدات الإخوان جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تسيطر على الوضع الأمني باعتبار أن هناك أكثر من 13 مليون لم تصوت لها تتوقع أن جتنالي نفس مصير جيكا وكريستي وغيرهم من الشباب اللي استشهدوا بهذا المجال مش مهم والحسيني أبو ضيف برضو كان بيهج من الإخوان وتقتل رصاص الذي وجده في جثتي الشهدين هو رصاص ميري مما تستعمله الدخلية كل الاتهامات التي بتكل الشرطة الإخوان المسلمين يبقى إزاي أنا شرطة نهاردة هتعاون معهم لا فيه زباط يعملون لحساب الإخوان فيه زباط يعملون لحساب خارج الشاطر الذي يسيطر على الأمن الوطنيين توني خليفة يفتح ملفات جريئة وشائكة في برنامج أجراء الكلام من الأحد إلى الأربعاء في التاسع مساء على القاهرة والناس أهلا بكم في العاصمة اشتركوا في القناة